لعنة الفراعنة المصطلح ده تم تدول ملايين المرات في كل الأبحاث والدراسات الشرقية والغربية بلا استثناء لدرجة أن نحن شفنا آلاف الأفلام التي تناقش لعنة الفراعنة اللي بمجرد ما أي حد بيحاول ينبش في أي من مقابر الفراعنة القديمة بيصاب بلعنة مرض وفاة أي كان نوع المرض أو اللعنة هذا المصطلح بعض العلماء كشفوا السطار عن حقيقته وتفاصيله وأسراره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالعادي من قناة كلنا مؤكد شفنا جزء من سلسلة الممياء ثلاث أربع أجزاء تقريبا كلها بتتركز حوالين لعنة الفراعنة وإزاي أن الممياء كانت ملعونة أو بتطارد بلعنتها كل الذين يحاولون الاقتراب منها أو كشف أسرارها وبتدور تدعيات السلسلة دي سلسلة الأفلام الأمريكية دي بعض الناس قالوا أن المسألة مجرد خيال علمي الكثير من الأبحاث والدراسات أكدت أن لعنة الفراعنة مصبوطة أي حد يحاول ينبش في الماضي بتاع الفراعنة لعنة بتطرده لحد الممات بحيث أن هي ما بتسيبوش إلا ما بتنتقم منه سواء إذا كان الانتقام ده عن طريق المرض أو عن طريق الهلوسة أو عن طريق الكوابيس أي إن كان اللعنة دي لدرجة أن احنا شفنا آلاف الأبحاث التي تناقش هذه اللعنة والتي تأكدت عبر العقود الماضية إلا أن وسائل الإعلام الغربية في الساعات القليلة الماضية نقشت اللعنة دي بموضوعية لدرجة أن هما التقوا في الخبير الأثار والتاريخ الفرعوني زاهي حواس واللي هو كان واحد من المسؤولين عن الأثار المصرية على المستوى الرسمي لعقود طويلة جداً شوفوا حضراتكم ما نشرت وسائل الإعلام الغربية عن لعنة الفرعنة قالت إيه قالت بالحرف الواحد أن فيه تقارير انتشرت عن وفاة اللورد كرانر فورن المسؤول عن تكاليف البحث عن توت عن خامون اللي هي المقبرة الشهيرة بعد خمسة أشهر من فتح المقبرة في عام 1923 اتوفى بعد ما اقترب وفتح المقبرة دية الراجل ده توفى كما توفى الممول الأمريكي جورج جاي جولد بسبب الالتهاب الرئوي بعد رؤية المقبرة في العام نفسه في نفس السنة اللي اكتشفوا فيها مقبرة توت عن خامون اتوفوا كل المسؤولين عن الاكتشاف ده بينما توفى أرشيبيلد دوجلس بعد تصوير الممياء بالأشعة السينية في لندن كل الذين حاولوا الاقتراب من المقبرة دية ماتوا في ظروف غامضة ثم التقارير الغربية بتتساءل هل يطرى لعنة الفراعنة دية فعلا مزبوطة وحقيقتها ايه بالزبط وازاي ازاي شمعنا مقبرة توت عن خامون ايه السر اللي فيها الدكتور زاهي حواس وزير الدولة المصر السابق لشؤون الآثار قال لصحيف الزصن الدولية قلب الحرف الواحد مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة مفيش حاجة اسمها لعنة بتطارد كل من يحاول الاقتراب من أي مقبرة فرعونية المسألة عبارة عن ايه ان لما يكون فيه موميا جوه قبر الموميا دية عبر مئات السنوات تركمت عليها جرسيم الجرسيم دية محدش يقدر يشوفها وعلماء الأصار في السابق كانوا على عجلة من أمرهم لاكتشاف مثل هذا النوع من الموميوات ودخلوا للمقابر فأصبتهم الجرسيم وماتوا متأثرين بهذه البكتيريا والجرسيم دية يعني المقبرة آلاف السنين طبعا مقفولة وفي ذات الوقت عمليات التحنيط دخل فيها الكثير من المواد النتيجة تحلل والوصول في النهاية إلى وجود بكتيريا وفيروس وميكروبات كتيرة جدا في قلب المقبرة دية بسبب استمرار اغلاقها الآلاف السنين انت بمجرد ما بتحفر المقبرة دية وبتدخل عند الجسة دية الطبيعي ان الجرسيم بتبدأ تنتشر في الجو والنتيجة إصابة كل من يقترب من هذه المقبرة بالميكروبات وبالأمراض المختلفة وقال بالحرف الواحد ان من اسبوعين احنا عثرنا على تابوت مغلق بيبلغ الوزن بتاعه 25 طن على بعد حوالي 60 قدم تحت الارض وكان غطاء التابوت حوالي 6 طن وبدأ اتنين من العمال بفتح الغطاء عشان اتمكن من ادخال رأسي ورؤية ما بداخله عندما فتحوه تركته كذلك لمدة نص ساعة حتى يخرج الهواء الفاسد ويدخل الهواء النقي وأستطيع وضع رأسي هي دي بقى لعنة الفراعنة يعني المسألة بلهاش علاقة باللعنة بالمرة وان ده كله عبارة عن اشاعات فقط لغير وان محاولة ربط الاحداث دية او المرض ده او الوفيات دية باللعنة والحقيقة ان هي مجرد ميكروبات كانت متراكمة في قلب المقابر الفرعونية كشف السبب الحقيقي للعنة الفراعنة طبعا نقلا عن وسائل الاعلام الدولية طبعا لعنة الفراعنة دية زي ما ذكرت لحضراتكم اللي جات في الافلام ملهاش علاقة بالواقع بالمرة ولكنها مجرد اساطير بزوم الحبكة الفنية جائعًا جائعًا بزوم الحبكة ماذا Nejö جائعًا طبعا